أقال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك وزيرا بلا حقيبة هو ناظم الزهاوي الذي يرأس حزب المحافظين وذلك بسبب انتهاك للقانون الوزاري خلال تسوية لزاعاته الضريبية وكان رئيس الوزراء كلف مستشاره للأخلاقيات الحكومية بالتحقيق فيما إذا كان الزهاوي انتهك القانون الوزاري فيما يتعلق بملايين الجنيهات الاسترلينية التي كان عليه دفعها في إطار تسوية لزاع مع سلطات الضرائب وبإقالة ناظم الزهاوي بدلا من مطالبته بالاستقالة يسعى سوناك إلى تثبيت سلطته بعدما تعهد باعتماد النزاهة والمهنية لدى تسلمه رئاسة الوزراء